في تحديات اللي بواجهها العابر الأسبوع اللي فات احنا تكلمنا عن اندماج العابر في الكنيسة وشاركنا رجل الله خادم الرب الأخ هشام وتكلم عن بعض التحديات اللي بواجهها أنا كتبت بعض الأشياء السريعة اللي هي يعني أول شيء القبول يعني كتير من العابرين اللي ترك كل شيء أكيد لازم يكون له قبول والترحيب من المسيحيين من المؤمنين لأنه فقد عيلته فقد أسرته فقد وطنه مع انه بحبهم وبصلي لهم لكن بالحقيقة الكنيسة أو المؤمنين هي عيلة الرب هذه واحدة من أسماء الكنيسة فالقبول مهم جدا أنه نقبل الأشخاص وتذكروا كتير مرات من المسيحيين بفكروا المؤمن اللي من خلفه إسلامية أول ما ييجي لازم يكون قديس كامل ومننسى أنه كان عنده عادات وتقاليد ومننسى أنه كتير شيء من الماضي يمكن بعده لكنه بحب يسوع وتغير وخلص بنعمة الرب يسوع مشكلة تانية بتستغربها موضوع الزواج مش الكل عاوز يتزوج بشخص عابر سواء بنت أو شاب اليوم المشكلة هاي بتدأت تتحل لأنه اليوم فيه خلاص عائلات كتيرة وأعداد كبيرة عم تيجي المسيح فالمشكلة هانت نوعا ما بس ما زال فيها صعوبة فكتير من العابرين إذا هاجروا للغرب بيضطروا أنه يلتجوا لكنيسة أجنبية أو أنه يتزوج من واحدة أجنبية أو واحد أجنبي لأنه في العادات العربية ما زالت غير مقبولة مرة تانية خلينا أقول لكل مشاهد إحنا عائلة وحدة كنيسة الرب مثل ما بسميها بولوس من اليهود والأمم كنيسة المسيح هي من كل الخلفيات ما فيش إشي اسمه طايفة أو أنك تحدد بمجموعة معين إحنا كلياتنا واحد في المسيح يسوع المسيح شيء ثالث أو شيء رابع خلينا أقول الأسرة الأسر عم بتواجه الرفض بتواجه الحرمان الاجتماعي والمادي طبعا والظروف الصعبة والأسرة الأولاد والبنات يعني كتير من المؤمنين زوجته طلقته لأنه صار عابر أو طلق زوجته لأنها صارت عابرة والأولاد يعني بين الحجر الرحى والسندان فالفكرة إنه مش عارفين شو القرار وكيف يتاخذ مشان هيك إحنا اللي بيشاهدونا إنه نصلي من أجل هؤلاء الناس العابرين العادات والتقاليد وكلها طبعا فيه كيف الواحد يندمش فيها احضر الحلقة اللي اللي فاتت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة